تعقيب الكابتان عفات مصر طبعا بشكر مجلس دارة نزة مالك بيان في وقته بيجب كل ما قيل الفترة اللي فاتت وكل الناس اللي طلعت على الشاشات وحتى في الراديو ولو تسمح لي احمد بس اقول كلمتين كده اقول يا جماعة احنا مصريين برا بيقولوا ده مصري مش ده لعب الزمالك ولا لعب الاهل ولا لعب فلان ودنا بيقول انصر اخاك ظالما كان او مظلوما والاب لما ابنه بيغلط ما بيزلش يضربه في الشارع بيجيبه البيت ويتكلم معاه ويعلمه لان كل واحد في الدنيا بتعلم وفي بعض الاعلاميين وان كنت بخص اعلامي بذاته ويعني انت اب وكنت لعيب كرة ويعني وعندك فكرة عن كل الاحداث دي واعتقد ان في احداث صارخة عن كده حصلت قبل كده احد اللاعبين كان هيشد الرشاش بتاع الزابط في الملعب والعسكري في الملعب وهيدرب بيه ناس ومع ذلك الامور اتلمت وجات مصر هنا وكلنا قلنا ان رفزت ملعب والامور انتهت فما ينفعش يطلع نقول على اولادنا دولة بيقوموا بعمل بلطاجي او ان هما ناس قلالات الادب ومحتاجين يتربوا مين اللي هيربي مين اللي هيربي الاب اللي بيربي وانت وانا لانه كلهم اخواتنا واولادنا يعني احنا المثل احنا المثل المفروض نبقى المثل لكل لاعب لسه طالع او بيلعب حتى لان احنا اخذنا التجربة واكيد كان فيه اخطاء لما بنصلح الاخطاء دي اكيد الناس دي هتتعلم فما ينفعش تبقى قامة كبيرة اوي كده وتقول على لعيبة بلطاجية وقالات الادب وان نادي الزمالك مفهوش الناس اللي قادرة انها ترضع الناس دي اعتقد ان البيان ده بيرد عليك وفيه كلام كتير اوي هيتقال بس في وقته ورد يعني ما ينفعش ارد دلوقتي بس ان شاء الله ربنا خليه بزنونك كلها وتبقى فل وحش على المكان اللي انت فيها دلوقتي وان شاء الله يعني ربنا هيجزيك على اللي انت بتعمله كابتن عبدالله